بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا أصدقائي كيفكم إن شاء الله بخير معكم الأستاذ عبدالرزاء أوسو مدرس مادة الرياضيات الصف السادس أو الماثماتيك آلتو برنجو يونيتيب يتضمن الأعداد الطبيعية الدول صغير لإشلام لار طبعا نحن سادقا أخذنا الأعداد الطبيعية وعرفنا ما معنى الأعداد الطبيعية سنتعلم حاليا الضغال صغير لإشلام لار يعني العمليات الرياضية الممكن تطبق على الأعداد الطبيعية بعدين الفكرة اللي بعدها رح نأخذها هي يعني مضاعفات الأعداد والفكرة اللي بعدها يا أصدقائي اللي رح نشوفها في هذا البحث في هذا اليونيتي وهو اليونيتي الأول هو الكوميلار الكوميلار يعني المجموعات باللغة العربية طيب يا أصدقائي رح نبدأ مع بعضنا حاليا بالمحور الأول في هذا البحث اليونيتي بير المحور الأول هو الدول صغير لار إشلام لار الدول صغير لار إشلام لار رح نبدأ بالنقطة الأولى والهي أسلو إفادة لار الأسلو إفادة لار يعني الأعداد التي لها قوة يعني مثل فلنفترض هون مثل ما كنت شايفين اثنين قوة اثنين هاي منقول عننا أس أو قوة تمام؟ أسلو إفادة لار هي الأرقام التي ممكن تكتب في هذا الشكل أو ممكن نكتبها مثلا أربعة قوة خمسة تمام يا أصدقائي هون شو منقول عن الرأم هذا؟ منقول عنه أسلو إفادة تمام يا أصدقائي رح نبدأ حاليا بهذه الفكرة مكتوب هون هاتر ليالم خلينا نتذكر هذه المعلومة لأن معلومة أخذناها سابقا أنا صينا كارا تشاكمه أو صينا كارا تشاكمه يعني يا أصدقاء أنا في حال عندي رأم ضربته في بعضه مرتين هو عبارة مثلا خمسة ضرب خمسة هي عبارة عن خمسة قوة 2 تمام يا أصدقائي هذول الرأمين ضربناهم في بعضهم باش شارب باش اشتر باش السويكي تمام؟ طيب أنا في حالك عندي مثلا 2 ضرب 2 ضرب 2 كيف نعبر عن رأم هذه أصدقائي؟ طبعا بأسلو إفادة بطريقة أرسية منقول هي عبارة عن 2 قوة 3 تمام يا أصدقاء؟ مثلا هنا مكتوب أين صينهم أين صينهم وصينهم كب بشكل إفادة ما معناها؟ أي عدد فوق 2 كب يعبر عن أي عدد أي عدد في فوق 3 تمام يا أصدقاء؟ كما ترون هنا 5 كب وهم 5 كري طبعا أصدقائي حاليا أصدقائي 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 مكتوب بطريقة نظرة بطريقة يعني يا أصدقائي أحيانا نحمل في الصبح ونكون عم نعطس كثير وعم نحس بحرارة وعم نحس بأنه أمنا مرتاحين فعادة بكل سبب هذا الشيء هو البكتيريا أو الجراسيم أو الفيروسات هيك شغلات يعني هذول المسببات هيك أمراض طيب يا أصدقائي مكتوب هون في كل دقيقة في كل دقيقة البكتيريا المسببة لهذا المرض في كل دقيقة بتضاعف مرتين في كل دقيقة بتضاعف مرتين شو معتلت بتضاعف مرتين إذا كانت مثلا هون متما كما شايفين كانت أول شي بكتيريا واحدة بعد دقيقة شو صارت صارت انتين بعد دقيقة صارت أربعة بعد دقيقة صارت ثمانية بعد دقيقة صارت ستعاش يعني في كل دقيقة بعد كل دقيقة عبين ضرب العدد في اتنين تمام يا أصدقائي يعني هون منبلش مثلا في البداية كانت بكتيريا واحدة كما كون شايفين بعد شواء طلعنا صارت بير إي كي تمام يا أصدقائي فصارت إي كي إي كي قوة واحد طبعا هون رح أذكركم شغلة أي عدد أي عدد مثلا خمسة أربعة ثلاثة شو ما كانت تكون قوة واحد قوة واحد هي نفس الرقم نفس القيمة يعني خمسة قوة واحد هي عبارة عن خمسة ولأربع قوة واحد هيعبار عن 4 ثلاثة كوة واحد هي عبارة عن 2 تمام يا أصدقائي وعندي ملاحظة أهم واللي هي أنه أي عدد أي عدد بس اه حطنا له قوة صفر هي عبارة عن واحد تمام يا أصدقائي يعني اي عدد مثلا خمسة قوة صفر هي عبارة عن واحد تمام يا أصدقائي وخمسة قوة واحد هي عبارة عن القيمة نفسها خمسة وعندي يا أصدقائي الواحد قوة أربعة قوة خمسة شو ما بتكون حطوا قوة خمسة مثلا شو بتعمل بتساوي واحد أدول ثلاث قواعد يا أصدقائي بدي أياكم تفهمون كتير منيح تمام؟ أي عدد أدول عبارة عن ملاحظات خارجية أي عدد قوة صفر تساوي واحد وخمسة قوة واحد أو أي عدد قوة واحد بتساوي خمسة أو نفس العدد والواحد شو ما حطينا فوقه شو ما حطينا فوقه واحد على خمسة ستة عشرة مية ألف لحضلة واحد هلأ مكمل مع بعضنا هون نرجع لفكرتنا أنه البكتيريا في البداية كانت واحد بعدين صارت اثنين ليش لأنه ضربناها في اثنين بعدين الاثنين بعد دقيقة كمان ضربناها في اثنين صارت اربعة طيب الاثنين ضرب اثنين مت ما حكينا أنه فيها نحط اثنين ضرب اثنين هي عبارة عن اثنين كاري اثنين كاري كما كنت شايفين هون قوة اثنين هون ثمانية يا أصدقاء prestIDS طيب بعد دقيقة كمان ضربناها في اثنين يعني صارت اثنين هون ضرب اثنين خين نصرر تنين ضرب اثنين ضرب اتنين ضرب اتنين ضرب اتنين. صار عندي كم? بستطعش يعني اتنين ضرب اتنين اربعة ضرب اتنين تمانين ضرب اتنين ستة عشر. طيب هذي الرقم هذي نفسه. كيفي نعبر عنو? بعدون واحد اتنين ثلاثة اربعة. فبحط اتنين. وانا بسميت طبعا طبعا. وبحط فوع على عددهم. بحطه كأس. يعني هون واحد اثنين ثلاثة اربعة حطيت هون اس دورت بقول اكي اس دورت او في طريقتين القراءة بقول اكي من دردنج قوة اكي من دردنج قوة يعني اصدقائي هنا في عندنا ملاحظة خارجية مكتوب اصدقائي لو بقیق اصدقائي اعطاق لا, اصдаقİ أصدقائي يعني بحثنا أحط نقطة وبحثنا أحط إشارة الضرب أو إكس حالياً رح ننتقل للفكرة اللي بعد هون رح نبلش هون بالنوت طيب شو مكتوب عندي هون بالنوت مكتوب برضوغل صيانون كيندي سيلا تكرارلو تشاربهمون قصة يولان جوسترمين اسلويفا دانير يعني أي عدد بالمختصر أي عدد أي عدد إذا بنا نضربه في نفسه فأنا اختصاراً اختصاراً فيني أقول عنه اسلوء إفادة يعني شلون يعني مثلاً يعني مثلاً أنا عندي هون أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة مكتوبة عندي أربعة خمس مرات أربعة مرات خمس مرات مكتوبة عندي فانا بدلا ما اكتب الاربع اربع خمس مرات فشو بعمل بحطه بطريقة الاسلو افادة كيف يعني يعني بحط العدد نفسه وبعدين بعدن بعدن نكمح لواحد اثنين ثلاثة اربع خمسة خمسة بحط فوق خمسة طبعا شو استفدت استفدت انه انا بدلا ما اكتب الرقم هذا بشكل طويل مباشرة بحط اربعة هاد الطبان لانه هذا كله اربعات بعدن واحد اثنين ثلاثة اربع خمسة عدد خمسة بحط باش تمام يا اصدقاء هاد الشكل هاد بسميه اسلو افادة طيب طب بالاسلو افادة اه شو طبعا فيه شو الاس او الكوات الاربع هون بسمية طبان طبان باللغة العربية معتها قاعدة تمام والاس العدد موجود فهو بقول عنه اس او كوات اس او كوات هذا الاس او كوات وهذا الطبان طيب انا كيف نعرى الرقم هذا الرقم هذا ما سابين ايدي كيف نعرى فيه طريقتين لقراته اما بقول اه مكتوب هون دردن بشنجي قوتي تمام دردن هذا الدرد بشنجي قوتي او بقول اي طبعا هي الطريقة الاولى والطريقة التانية يا اصدقائي بقول درد اسو بش درد اسو بش يعني انا في عندي طريقتين لقراءة الرقم الطريقة الاولى بقول مثلا هون دردن بشنجي قوتي او بقول درد اسو بش الاثنين صحيحات طيب يا اصدقائي اذا اجيت المزيدة حاليا مكتوب هون آآ اصراسزدة بير يعني لازم نحل هذا مكتوب عندي يا اصدقائي يدي كارف يدي كارف يدي اربع مرات تمام تكرار لو تشارفه من هناك اشاطى استنان بالجلال يعني يا اصدقائي انا لازم آآ اخذ الافادة هاي او الرغم هاد اللي هو عبارة عن اربع سبعة مضروبة في بعضها ولازم اشوف الطالبات موجودة تحت واحط طمحها له واجاوب عليها مكتوب اسلوه افادة او غوسترلم او غوسترمي ياسمز يعني انا بطلق هون مكتوب عندي اربع مرات سبعة نحن شوتها فانا نكتب اول شي الطبان اذا بدكتو اسلوه افادة باكتب اول شي الطبان الطبان شو هو نفس الرقم الموجود هون عبارة عن يدي طيب القوة شو هي او الاس شو هو مت ما اتفقنا من عدن بير اكي ايج درد فبحط شو؟ بحط اس درد او يدي اس درد او يدي نن دردنجو كوتي طيب مكتوب ان اقولش طب اه كيف نرى الرقم هاد مت ما اتفقنا هون عندي طريقتين اما بقول يدي نن دردنجو كوتي او بقول يدي اس درد يدي اس درد يدي اس درد تمام يا اصدقائي طيب الطبان شو شو هو الطبان بهذا الرقم الكذبنا الطبان او القاعدة شو هو باللغة العربية قاعدة نحن نقول للطبان الطبان شو هو؟ الطبان هو يدي تمام او نكتب بشكل اوضح نعمل هيك منقول الطبان هي عبارة عن يدي طب الكوات شو هي الكوات؟ الكوات عنديها درد ما كنت شايفين هيك هيك منكون خلصنا هذا المثال راح ننتقل حاليا المثال اللي بعده مكتوب هون درد اس درد اس درد اس درد يعني يا اصدقائي انا عندي هذا الرقم ومطلوب ان اطلع قيمته تمام يا اصدقائي مثلا الاربع الاربع هو عبارة عن شو؟ هو عبارة عن 2 قوة 2 يعني انا اذا اعطاني هذا قال لي احسب لي القيمة او الديار تبعه فانا شو راح اكتوب راح اكتب لهم درد وهون نفس الشي معطيني هاد الرقم هاد وطالب باني ان احسب قيمته او الديار تبعه فان شو بعمل الاربع قوة 7 او درد اس درد يدي بانكتب الشكل هاد سبع مرات اربع درد شارفو درد شارفو درد شارفو درد شارفو درد صالوا كم مرة خمس مرات شارفو درد شارفو درد شارفو درد هاي شو بتساوي يا اصدقائي بنحطوا يساوي نحسبه حاليا عندي نحسبه هاي Summit اربع ضرب 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 4. يمكننا أن نكتب 7 مرات 4 والإشارة الربعة سنضرب يعني 4 4 والناتج سيكون والناتج سيكون يا أصدقائي 16 و 318 و 84 يعني بسيطة 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 وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم أو المحاضرة القادمة مع أفكار جديدة ومع معلومات جديدة وحلبة إلى اللقاء